السلام عليكم مشاهدين كرام فادي النشرة الخاصة بتقصى المغرب خلال هذا المساء والأيام القادمة إخواني كرام قبل أخذ التواصيلات تنسوا دعما نبلايك والاشتراك على القناة وشكرا لكم رياح قوية على شمال أقاليم الجنوبية الملكة وعلى مناطق الجنوب الشرقي والجهة الشرقية ومرتفعة الريف وأقصى شمال المملكة مع احتمال دخول التربات النوراعدية متوقعة عاصفية أحيانا إخواني كرام محتمل بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة على مناطق الغربية وكذلك العرائش الريباط وربما الضربدة وخريبقة وكذلك جواء غائمة على مراكش ربما تعرفوا كذلك وعلى أوكيمدن أوزميز إيمتانوتشا ومراكش وقال سرغن ربما بعد الأمطار الخفيفة ربما تكون متفرقة أحيانا إخواني كرام بعد الزوال وخلال كذلك الفترة البسائية اضطربات جوية راعدية على ورززات وكذلك أمزميز أوكيمدن قدر بوشيبا ربما قال سرغن بعض الأمطار متفرقة أحيانا وكذلك على مناطق الزلال بني ملال إيميل شيلت ومفيت وكذلك الراشدية وكذلك ميدلت وتمفيت خنيفرة وميسور سكورم التاز وإيفران وقرسيف وتطلحاج أمطار راعدية قوية محليا إخواني كرام كذلك ربما تكون بعض الأمطار على بركان والشمال المملكة وخلال الفترة الليلية اضطربات جوية مهمة إن شاء الله سوف تشهد المناطق الشرقية تشارك إن شاء الله وطلحاج وكيكو إن شاء الله وخنيفرة أمطار معتبرة للجهة الشرقية كذلك بالنسبة لتوقعات يوم الاثنين أمطار ضعيفة على مناطق الشرقي أو الشمال الشرقي المملكة والشمال الغرب عفوا بالنسبة للمناطق يوم الثلاثة بالنسبة لكذلك يوم الأربعاء أجواء صافية إلى قانية السحب بالنسبة لتوقعات يوم الخميس احتمال بعض الأمطار المتفرقة على مرتفعات الأطلس المتوسط إن شاء الله وبالنسبة ليوم الجمعة كذلك استمراء الأواصف الراضية للمرتفعات أخونا كرام بنسبة توقعات الأيام البعيدة المدى فتشير احتمال دخول بعض الأمطار الضعيفة على المرطق العرائش والرباط وطنجة بنسبة توقعات يوم الثلاثاء احتمال دخول أمطار راضية قوية للمرتفعات الأطلس